نتيجة مباراة الاهل والجونة في مباراة اليوم الودية مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بحضراتكم من جديد انتهت منذ قليل المباراة الودية والتي قيمت بين الاهل والجونة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادة لعودة الدور الممتاز المباراة انتهت بفوز المارض الاحمر بخماسية مقابل هدفين بدأ وليس سليمان اول اهداف النادي الاهل امام الجونة في الديئة التانية من عمر المباراة بعد ما ام بتمرير الكرة من فوق حارس مرمى الجونة في لقطة مهارية الهدف التاني احرز ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي في الديئة 41 من عمر المباراة بعد ما ام علي معلول بارسال كرة عرضية له من الناحية اليسرى حولها برأسية نموذجية وجاء الهدف التالت للنادي الاهلي عن طريق محمد مجدي افشا في الديئة 52 من ضرب الجزاء حصل عليها مروان محسن بعد عرقلته من محمود الجزار مدافع الجونة في الديئة 65 نجح احمد مجدي لعب الجونة في احراز اول اهداف فريق من ضرب الجزاء بعدها ابتلت دقائق من خطأ كارس الاحمد فتحي يسجل الهدف التاني للجونة بنيران صديقة اما الهدف الرابع للنادي الاهلي فكان من تزديد قوي عن طريق محمد مجدي افشا في الديئة 82 من عمر المباراة واختتم السنغالي اليوباجي خماسية الاهلي في الديئة 90 بعد من فرد بحرس الجونة من تمرير نموزجية صناها محمد مجدي افشا في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك اما لو كنت بشاهدنا الاول مرة فاشترك معنا في القناة وفعل خصيط الجرس ليصلك اشعار بكل اخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة